إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكدت روسيا أن الولايات المتحدة ستصبح طرفا في النزاع بأوكرانيا حال قررت تزويد كييف بصواريخ طويلة المدى وشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا إلى أن إقدام واشنطن على هذه الخطوة يعد خطا أحمر مشددة على احتفاظ روسيا بحق الدفاع عن أراضيها إذا أصبحت واشنطن طرفا في الصراع بأوكرانيا يقول صراح الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جازاب بوريل أن هناك انقساما حدا دخل الكريملين بعد التقدم الأوكراني الأخير والتأخر في التعبئة العامة واعتبر بوريل أن الدولوماسية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية توقفت وأن القتال ضد روسيا سيحسم في أرض المعركة وجدد بوريل التأكيد على ضرورة الاستمرار في دعم كييف بدورها اعتبرت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندولاين أن أوكرانيا باتت الآن مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ووصلت رئيسة المفاوضية الأوروبية إلى كييف حيث من المقرر أن تلتقي الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على كيفية توحيد أوكرانيا وأوروبا بهدف إحراز تقدم في انضمام كييف إلى التكتل أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن القرى والبلدات التي استعادت القوات الأوكرانية سيطرت عليها من الجيش الروسي باتت مدمرة وأضاف زيلنسكي أن القوات الروسية لم تقم سوى بالتدمير والاحتجاز والترحيل القوات المسلحة الروسية ظلت في منطقة خاركييف لأكثر من خمسة أشهر وخلال تلك المدة لم يحاولوا حتى فعل أي شيء للناس لقد دمروا فقط وتركوا قرى مدمرة وفي بعضها لا يوجد منزل واحد على قيد الحياة لقد خلفوا وراءهم مدارس تحولت إلى مقالب نفايات وخربوا كنائس تحولت حرفيا إلى دورات مياه أعلنت أوكرانيا استعدة ألاف الكيلومترات شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية ويأتي ذلك فيما أعلن الجيش الروسي قصف مواقع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركييف لا نتقدم سوى باتجاه واحد إلى الأمام نحو النصر هذه كانت كلمات الرئيس الأوكراني زلينسكي بعد زيارة أجراها إلى مدينة إزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية في هجوم مضاد تعد هذه أول زيارة لرئيس الأوكراني إلى منطقة خاركييفة في شرق البلاد التي حررتها قواته بشكل شبه كامل في غضون 15 يوما فخلال شهر سبتمبر الجاري وحده أعلنت أوكرانيا أنها استعادت عدة ألاف من الكيلومترات المربعة في الشرق والجنوب وحذرت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني من أن الوضع متوتر تماما ويشهد نشاطا كبيرا في المقابل أعلن الجيش الروسي قصف مواقع القوات الأوكرانية في أنحاء البلاد لا سيما في منطقة خاركييف وقالت الدفاع الروسية إنه تم تنفيذ ضربات مكثفة في مناطقها من بلدات عدة أشهرها كوبيانسكا استهدفت القوات الحيوية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وفي دونيتسيك أعلن الحاكم عن قصف على طول خط المواجهة كما أعلن حاكم منطقة لوهانسيك المجاورة أن القوات الروسية استعادت السيطرة على بلدة كريمينة الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا أدى إلى استعادة منطقة خاركييف المحاذيات لروسيا بشكل شبه كامل لا سيما مدينتي كوبيانسكا وإيزيوم وهم مركزان لوجستيان رئيسيان للقوات الروسية وبموازاة ذلك تقود أوكرانيا عملية عسكرية في جنوب البلاد في منطقة خيرصون حيث تعلن إحرازها للتقدم لكنه أقل مما أحرزته في شمال شرق البلاد ويعد التقدم الذي أحرزته كييف في سبتمبر هو الأهم منذ انسحاب موسكو من منطقة محيط كييف ومن وسط البلاد رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموقف الصين الذي وصفه بالمتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وخلال لقاء مع نظيره الصيني شي جيمبينج على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أسباكستان ندد بوتين بالمحاولات الغربية الهادفة إلى إقامة ما وصفه بعالم أحادي القضى مؤكدا أن تلك المحاولات اتخذت في الفترة الأخيرة شكلا غير مقبول أوضح المتحدث باسم الخارجات الأمريكية نيد برايس أن تصنيف روسيا كدولة رعاية للإرهاب من المرجح أن يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكراني وضف برايس أن الإدارة الأمريكية تناقش مع الكونغرس اتخاذ تدابير مع روسيا بدلا من اتهامها كدولة رعاية للإرهاب وأشار المتحدث سويل أن القرار في حالة إقراره قد يؤثر على استمرار تدفق المواد الزراعية والغذائية من الموانئ الأوكرانية صدق البرلمان الأوروبي بأغلابية الأصوات على تخصيص مساعدات مالية بقيمة خمسة مليارات يورو لأوكرانيا وصوت خمسمائة وأربعة وثلاثون نائبا بالبرلمان الأوروبي لصالح تخصيص هذا المبلغ لأوكرانيا فيما عرضه ثلاثون نائبا كان نواب البرلمان الأوروبي قد صدقوا خلال جلستهم العامة في ستراسبورج على استخدام إجراء عاجل للموافقة على الدفعة الثانية من المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ خمسة مليارات يورو أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية الجنوبية عن إسقاط قاذفة قنابل روسية من طرس 24 أم بالإضافة إلى تدمير العشرات من المعدات العسكرية وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفي بيانا للقيادة العسكرية الجنوبية أكد أن الوضع في منطقة العمليات في اتجاه الجنوب لا يزال متوترا بشكل مطرد وضف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 13 غارة على مواقع روسية قالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية تواصل أحكام قبضتها على المناطق المحررة حديثا في منطقة خاركيب وأضافت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بشكل كبير من المنطقة الواقعة غرب نهر أسكيل وتابعت كما أن العتادة على القيمة التي تخلت عنه القوات الروسية المنسحبة يتضمن معدات أساسية في أسلوب الحرب الروسي الذي يركز على المدفعية أعلنت رئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتاريش اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية وأوضح الكريملين أن بوتين شدد خلال الاتصال على ضرورة يوصول صادرات الحبوب إلى الدول الفقيرة أزمات متواصلة تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية فبجانب الطاقة وسلاسل الإمدادات تتصدر أزمة الغزاء أجندة اهتمامات العالم في هذا السياق جاء تأكيد الرئيس الروسي بوتين للأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتاريش بأن الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب أولا إلى الدول التي هي في أمس الحاجة إليها الطرفان شدد خلال اتصال هاتفي على أهمية إعطاء الأولوية لأولئك الذين يحتاجون إلى الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وتأتي هذه التصريحات في وقت تحتاج فيه موسكو على اتفاقيتين أبرمة في يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة تتيحان تصدير القمح والذرة من أوكرانيا وتصدير المواد الغذائية والأسمدة من موسكو الذي عرقلته العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكريملين يرى أن معظم المنتجات الغذائية الأوكرانية تذهب إلى الدول الأوروبية وهو متى فيه كييف ويشكو الكريملين أيضا من وجود عقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية من جهته قدم جوتيريش للرئيس الروسي معلومات مفصلة عن الجهود المبزولة لإزالة كل العقبات أمام الصادرات الروسية قائلا إنهم ملتزم تماما بحل هذه المشكلة الاتصال الهاتفي بين بوتين وجوتيريش تطرق كذلك إلى محطة زابوريجيا حيث رحب الرئيس الروسي بالتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالمحطة النووية وكانت المحطة التي سيطرت عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا قد تعرضت لقصف عدة مرات في الأسابيع الأخيرة مما أصار مخاوف من وقوع كارثة نووية كبيرة وكان فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قام بزيارة تفتيش للمحطة في بداية سبتمبر وأوصى بإنشاء منطقة آمنة حول الموقع النووي ترجمة نانسي قنقر